البنك الاهلي بقى في الدوري الممتاز الحمد لله ولما بقول بقى في الدوري الممتاز هي أقل حتى من توقعاتي إنه البنك الاهلي أنا كنت معاكو كمان مع بداية الموسم صفقات محترمة جداً تدائمات محترمة جداً والبنك الاهلي ما قدمش التوقعات بس هو قدم العادي يعني إنه هو يبقى فيه الدوري الممتاز بس التوقعات للبنك الاهلي وأعتقد دي توقعاتك أنت كمان إنه يبقى في مكان أفضل من جداً طبعا الحمد لله طبعا يعني احنا هنا الموسم على خير طبعا وان احنا الحمد لله طبعا يعني الواحد مش مبسوط ان هو بيقول ان احنا نجي البنك الاهلي بقى في الدوري احنا كان عندنا طموح مختلف خالص في بداية الموسم اللي فات او قبل بداية الموسم بالنظر زي ما هيكت فضلت وقلت الجهد اللي اتعمل في الاعداد الجهد اللي اتعمل في الصفقات في التقدمات ولكن البدايات بتاعتنا ما كانتش على المستوى الشغل اللي اتعمل ولا على المستوى المقمول طبعا يعني انتظرنا شوية ان احنا يعني نشوف الدنيا تمشي ازاي اضطرنا ان احنا نغير الجهاز الفني برضو الدنيا يعني استمرت على نفس المستوى من النتائج برضو يعني اضطرنا برضو وطبعا بيقول اضطرنا لان ده بيبقى يعني رغما عننا وبيبقى اصعب القرارات لان احنا كان بقالنا موسم ونص من الاربع فرق في الدوري الموسم اللي قابليه اللي هما ما غيروش الجهاز الفني وكنا مستقرين لمدة موسم ونص مع الكابتن خالد وكنا انهينا الموسم اللي فات في المركز السابع وطبعا يعني في سنة تانية دوري لما يعني بتنهي الموسم في المركز السابع انا بعتبره شيء جيد طبعا وكنا بمطمح بقى ان هو السنة اللي هي الموسم اللي احنا في ده ان احنا بقى نقرب من المربع او نخش المربع يعني طبعا يعني الظروف ورغم قاسوة القرارات لكن كانت لازم ان هي تتاخد وان احنا نغير ويمكن ده الاسهر علينا في الدور الاول لكن يعني انا اتذكر جيدا ان احنا يمكن يعني اعتبارا من اخر ماتشين في الدور الاول احنا يعني غيرنا الجهاز الفني واستقررنا على مدرب بابا فاسيليو والحمد لله برضو يعني في الاول ما كانتش النتائج على المستوى لكن بالتأكيد يعني مدير فني ومدير فني اجنبي محتاج ياخد وقت بحيث ان هو يستوعب قدرات اللاعبين كلهم اللاعبين محتاجين وقت عشان يستوعبوا فكرة المدير الفني فالحمد لله يعني بعد يعني اربع خمس ماتشاط اعتقد الدنيا يعني بدأ يحصل الانسجام المطلوب ما بين الجهاز الفني وما بين اللاعبين ويمكن احنا على ما اتذكر ان احنا يعني اخر اتناشر ماتش احنا متغلبناش الا من النادي الاهلي صحيح صحيح وده يعني مؤشر جيد وقدرنا ان احنا نجمع 27 نقطة في الدور التاني طيب انت انت صبرت على بابا فاسيليو مدرب اجنبي مدرب له طريقته الخاصة حتى كنت لسه عسألك السؤال ده انه بابا فاسيليو انت لما تجيب تختاره انت عايف ان ده مدرب محتاج تحفيزه ومحتاج شغل مختلف شوية عن باقي المدربين هو مدرب جيد جدا طبعا بس ليه ما صبرتش على الكابتن خالد جلال يعني ليه وانت كنت رسعي لحيال الوقت ممتازة جدا من النادي البنك الاعلي من اكتر الاندال اللي في مصر اللي استقرت على مدرب وما كانش بتغير حتى مع نتائج كان متراجع بعض الشيء الموسم الاول او الموسم التاني ما كنتش بتغير المدرب ليه مصبرتش يا كابتن خالد جلال وانت عامل تدعمات وتطوير في الفريق ما هو احنا برضو يعني التدعمات والتطوير اللي اتعامل كان المفروض ان احنا نجن سماره بسرعة مش بسرعة يعني المفروض ان احنا نبدأ بداية قوية تتحلن ان احنا نبقى بالنافس في حتة بعيد عن المراكز اللي احنا كنا فيها صحيح وبعدين يعني الدور السنادي يا كابتن كريم كان صعب جدا لو من حياتش نفسك هايش نفسك انت خلاص يعني انت حضرتك لغاية اخر جولة او لغاية الجولة تلاتة وتلاتين واربعة وتلاتين انت مش عارف الفرق صح وبعدين حضرتك من المواسم اللي هي اعتقد المواسم النادرة ان تمام فرق داخلين في دائرة الهبوط ايوة تمام فرق ايوة يعني شيل وضيف عليهم الاربعة بتوع المربع الزهبي يبقى اتنشر فريق يعني الدنيا بالنسبة لهم ده الاربعة اللي فوق لا انت وصلت للمرحلة المواسم ده ان انت ستة وتلاتين نقطة مش كفاية رغم ستة وتلاتين نقطة مواسم قبل كده 35 اه يعادوك في الدائرة 35 كان يعادو وعمرها ما حصلت حضرتك ان فيه تمام فرق داخلة في الدوامة وفي الدائرة صحيح والغاية الاسبوع الاخير الان ده بتتسرع وتتنافس على الهروب من القاعة صحيح فطبعا والوقت بيجري وحضرتك يعني تعويض النقاط السنة دي كان من اصعب ما يمكن حضرتك كنت يعني مستحيل ان انت فرقة مثلا في المقدمة في مقدمة الجدول وفرقة في الاخر تقول ان هي الارجح ان الفريق اللي فوق هو اللي هيكسر صح مستحيل صح مستحيل تتوقع اي نتيجة طبعا لأي مباراة طبعا هل انت فيه لحظة جدت عليك وقلت ايه يبدو كده ان برضو الامور مع بابا فاسليو عملا تروح لسكة مش جيدة انه قعد فترة برضو النتائج مش جيدة وما قلتش طبعا غير تاني لأي الامور تهرب مني يعني حضرتك انا كان عندي قناعة تمة بي واسرار لدرجة ان هي النغمة دي لما بدأت تظهر بعد اربع خمس مطشات او تلات اربع مطشات بدون توفيق وانا اتذكر كنا دخين على مطش بيرامدس وانا رحت للفريق وقفت معاهم في الملعب في التدريب وقفت التدريب واتكلمت معاهم وقلت لهم احنا هنبكي على المدير الفني وعلى الجهاز الفني وانا مكملين وانا عندي ثقة فيكو وفي الجهاز الفني ان احنا هنعبر مرحلة دي ودي مرحلة مش بتاعتنا ولا الوضع في الجهاز والده بتاعنا وغلبنا مطش بيرامدس يعني البعدي خدنا مطش بيرامدس حتى هو لما بيكلم معايا دايما بيكلم معايا على اللقطة دي لانها كانت تقريبا نقطة التحول ان احنا ادينا له الساب بورت ودينا له الثقة فيه وقناعات بامكانياته وفي نفس الوقت قناعات بامكانيات اللعيبة والفريق والجهاز الفني كله بصراحة صح وبرضو يعني برضو انا حاجة في المقفة دي برضو ان انا يعني اشكر زملائي اعضاء مجلس الادارة طبعا بصراحة يعني يعني مجلس ادارة على قلب رجل واحد بيشتغل كله وبيعمل في صمت معانا برضو زميلنا يعني الاستاذ محمد عبد منهم امين الصندوق والمشرف على الفريق يعني بصراحة يعني التيم شغير كله متناغم مع بعضه مجلس ادارة لجنة كورة جهاز فني لاعبين يعني حتى وصلنا ان اللعيبة حتى اللي ما بتلعبش او مش في القيمة او ع الدكة نفس الروح ونفس الاصرار ونفس العزيمة ودي كان اللي كان مطنبني ان طبعا يعني بعد الثقة بالله ان انا شايف شايف الدنيا عاملة ازاي وبرضو من وقع يعني شوية الخبرات اللي عندنا ان احنا يعني كنت متأكد ان احنا ان شاء الله موضوع ان احنا يعني اه ان احنا ننزل من الممتاز بكسم التالي ده ما كانش والد بس انا ما كنتش عايز برضو ان انا بقى الفريق اللي أنا قعد على الحروق روك والحمد لله يعني احنا برضو يعني احنا الوقت الح 11 او ال 12 يعني صحيح فان شاء الله بازن الله يعني الموسم الجاي احنا برضو كل موسم بنحاول ان احنا نبص إحنا إيه الأخطاء اللي كانت عندنا في الموسم اللي فات بنحاول برضو نتداركها ونشتغل عليها ونشتغل صح وإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا البنك الأهلي السنة الجاية هيبقى بشكل مختلف وهيبقى بصورة مختلفة وفوضع مختلف في الجدول إن شاء الله بشكل مختلف ووضع مختلف ده ليه أكيد معيير وشغل أكيد تشتغل عليه من فترة مش تشتغل عليه بعد نهاية الموسم وكيد أنت كإدارة تشتغل للموسم الجديد الموسم الجديد أنت السنة اللي فاتت أو الموسم اللي فات قبل بداية كنت عملتها دائمات محترمة جدا ورغم كده النتائج ما كانتش جاية الموسم اللي جاي أنت بتفكر تعمل إيه عشان تضمن إن الفريق بقى مكانك كويس يعني إن شاء الله إحنا بابا فاسيليو مكمل معنا المبدأية آه مكمل معنا آه خلاص ده ده مكمل معنا إن شاء الله لا إن شاء الله مكمل معنا موسمين بإذن الله البداية إن إحنا الاستقرار آه تاني حاجة إحنا بندي كل يعني واحد اختصاصه فإحنا هنبدأ نتكلم معاه وناخد التعرير بتاعه بتاع الموسم ونبدأ نشوف هو وجهة نظره إيه بالنسبة للقوام الأساسي بتاع الفريق وجهة نظره إيه بالنسبة للتدعمات المطلوبة كمراكز ولو فيه عنده أسماء مرشاحة بحيث إن إحنا نوصل لتشكيل فريق يعني هو هو اللي مشكله هو اللي حطت العناصر الأساسي بتاعته بحيث إن إحنا ما ناخدش وقت تاني في عملية الانسجام وعملية إن الفريق يعني يتعود على الجهاز الفني والجهاز الفني يعرف فكر يعرف قدرات اللعيبة ودي أعتقد بتوفر عينا كتير إن إحنا نبدأ الموسم وإحنا يعني مش عايزين وقت يحصل الانسجام بين الجهاز واللعيبة إن شاء الله إن شاء الله